اشتركوا في القناة شكرا 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 وهناك من غاب بعذر كان في سفر مثل أستاذ رحابي مثلا والأستاذ بن عبو نعم بن عبو كذلك غابت بعذر وبعثت عذرها لهذا الفضاء إذن هذا الفضاء متماسك ومتوسع في نفس الوقت بعد هذه الملاحظات أقرأ النص البيان عنوانه اللقاء التشاوري السادس لفعالياته والتغيير لنصر في خيار الشعب إن المجتمعين من شخصيات وطنية وأحزاب ونقابات ومثقفين وفاعلين سياسيين بمقر جبس العدالة والتنوية لذلك أحسن الجزائر بتاريخ 17 راجب 1440 هجري الموافق 13 مارس 2019 واستمرارا لللقاءات التشاورية السابقة الداعمة للهبة الشعبية السلمية وبعد نقاش تشاوري مفتوح ومسؤول خالص خالص إلى ما يليه أولا تصمير جلسات التشاور التشاور بفعاليات قوى التغيير لنصر في خيار الشعب ثانيا توجيه نداء لشعب الدزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات اختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حول مطالبه وأن لا يتوقف عن ذلك إلى غاية تحقيق مطالبه ثالثا اختراه خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المدة السابعة من الدستور وتدفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية وتتمثل في أليف الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحية الرئيس لمنتهي عهدته لهيئة رئاسية با دعوة مؤسسة الجيش الوطن الشعبي للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية ثالثا تشكيل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود الله بالمستقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات انتخابية اللاحقة جيم تتولى الهيئة الرئاسية صلاحية رئيس الدولة وتقوم بالمهام التالية واحد تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصرف الأعمال اثنين إنشاء هيئة وطنية مستقيلة لتنظيم الانتخابات ثالثا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة دال اتفق الحضور على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب ها تحدد فترة تنسيب بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر ويؤكد الحضور على الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب واستعدادهم لدراسة المخترحات الأخرى تلبي مطالب الشعب زاد التنديد بالحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها تشكركم وبرك الله فيكم شكرا 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 المترجم للقناة 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 جيم تتولى الهيئة الرئاسية الصلاحية رئيس الدولة وتقوم المهام التالية واحد تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصرف الأعمال اثنين إنشاء هيئة وطنية مستقيلة لتنظيم الانتخابات ثالثا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة دال اتفق الحضور على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب ها تحدد فترة تنسيلي بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر ويؤكد الحضور على الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب واستعدادهم لدراسة المختارات الأخرى تلبي مطالب الشعب زاد التنديد بالحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها أشكركم وبارك الله بيضو شكرا شكرا شكرا